رئيس السيسي يصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن بعض المحكمة عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكر انتصارات أكتوبر المجيدة الوطنية للانتخابات تحدد الرموز الانتخابية لمترشح الرئاسة ونواب البرلمان يواصلون التوقيع على نماذج التذكية لابروغ يبدي استعداد موسكو للتفاوض حول أوكرانيا وازل النسكي يؤكد أن انضمام بلاده للناتو مسألة وقت السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جريمج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أعلم بكم أصدر الرئيس عبدالفتح السيسي قراراً جمهورياً بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر من عام عشرين ثلاثة وعشرين تضمن القرار الجمهوري تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر في من يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً بتحديد رموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام عشرين أربعة وعشرين لتشمل خمسة عشر رمزاً انتخابياً نشرت الجريطة الرسمية قرار الهيئة بتحديد الرموز الانتخابية لأختار منها كل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب وذلك وفقاً لأسبقية تقديم طلب الترشح وشمل القرار أنه في حالة عدم قيام أحد طالب الترشح باختيار رمزه الانتخابي تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة يوصل مجلس نواب استقبال الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية عام الفين أربعة وعشرين لليوم الثالث على التوالي وقد أتحت الأمانة العامة لمجلس نواب نماذج تزكية المرشحين والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلاً للنص الدستوري الذي يقضي بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرين عضواً من أعضاء مجلس أنواب بنفس استحقاظ الدستوري اللي هو بالنسبة للترشح لرئاسة الجمهورية بيبقى طبعاً المشاريع الدستوري حطها شروط معينة يمكن من أهمها أن المرشح يزكى من عشرين نائب على الأقل مجلس نواب أو من خمسة وعشرين تأييد من خمسة وعشرين ألف مواطن من يكلم على خمسة وعشر المحافظة بواقع ألف من كل محافظة للتأييد فطبعاً نحن النهاردة بممارس هذا الحق الدستوري في زخم في المجلس المؤكر عدد من السادة النواب من مختلف الأعزاب جاءوا للتوقيع على استمارات تفويد مرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية الفترة القادمة الحقيقة منصب كبير بيرتل مسؤولية كبيرة جداً وأثر كبير جداً على بلادنا في حضرها وفي مستقبلها يمكن أنا منتمي لحزب مستقبل وطن متشرف بهذه الصفة الحزبية والحزب قد أعلن منذ فترة دعمه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية لفترة جديدة بدأنا للإحقاق الدستوري النهاردة وقدنا تلات أيام بنعد ليه من خلال عمل توكلات تأييد لفخامة السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحنا كلنا بندعمه وأنا من ضمن اللي بيمثله حزب مستقبل وطن في محافظة المينيا فكل الحمد لله الأحزاب عملت مشاركات سياسية وعملنا أكثر من اللقاء منها في الصهاج ومنها في القاهرة كلنا لتأييد معالي فخامة السادة الزعيم عبدالفتاح السيسي إحنا جايين النهاردة بنعمل تفوضات للمرشحين للانتخابات الرئاسية بنقول إن ده دورنا وده حق مصر وحق بلدنا علينا إحنا نأمل إن إحنا نوصل الصورة بإن روح تلاتين ستة ما زالت موجودة إحنا عايزين نقول للقاصي وداني إن مصر وقف على رجليها مصر قادرة إنها تعمل مصر اللي عملت المعجزات في العصور اللي فاتت إن شاء الله عندها معجزات جديدة من بنية تحتية من طرق من مشاريع ومن نهضة وبإذن الله إيدينا مع إيدي قيادتنا حنوصل لبر الأمان شارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس والمنعقد في جنوب إفريقيا وهي المشاركة الأولى لمصر منذ دعوتها للانضمام لعضوية تجمع بريكس وخلال كلمته أكد جبالي أن السياق الدولي الحالي مليء بالتحديات والمتغيرات المتسارعة والمتلاحقة وهما يدفع القارة الإفريقية باتجاه تدشين شراكات دولية تعيد تموضعها بما يتناسب مع مكانتها المستحقة واصفا الشراكة الإفريقية مع تجمع بريكس بأنها خطوة مهمة على طريق تصويب العمل الدولي متعدد الأطراف من خلال أطر تعاونية تستند إلى قيم المشتركة والمصالح المتبادلة كما أكد جبالي تثمين الدولة لتحقيق شراكة ذات منفعة متبادلة بين القارة الإفريقية وتجمع بريكس لأفتا إلى وضع القاهرة كافة إمكاناتها وخبراتها النوعية لتكريس تلك الشراكة أكد وزير التربية والتعليم رضا حجازي أن عملية تطوير الثانوية العامة ستكون وفق أسس ونظم ومعايير عالمية وقواعد تحقق شفافية مشيرا إلى إعداد دراسات للوصول إلى أفضل النظم التعليمية وخلال مؤتمر الصحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد أكد حجازي أن المناهج صناعة علمية لافتا إلى أنه لن تكون هناك أي مفاجأة فيما يتعلق بهذا النظام مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 لن تشهد أي تغيير لحين الانتهاء من التطوير مشيدا بالمدارس التي تمت إقامته وفقا لأفضل المعايير ضمن مبادرة حياة كريمة لازم أطمن أبناء طلاب السنوية العامة أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما علشان يتفرقوا لعملية الاستعداد للمذاكرة والتعلم مثل ما تم بالزبط سواء الأسئلة الموضوعية أو أسئلة اختيار متعدد أو الأسئلة المقالية احنا كمان لازم نستفيد من الدروس ونكافح موضوع الغش حتى نضمن نضمن لحقوق ولادنا وده إجراءات الوزارة عملاقة في موضوع طبعا التحولات وهذا الملف بالذات وأنتم أكتر ناس عارفين هذا الكلام فاحنا الحقيقة واخدين إجراءات في موضوع التحولات للطلاب علشان نضمن العدالة وحقق المطالب وامتحانات السنوية العامة هذا العام الحقيقة يعني حافظت حق كل الطالب متفوق بدليل نحن عندنا ألف طالب فقط هو اللي حصل على 95% فأكثر و18 ألف طالب هم اللي حصلوا من 90% على 95% وده يعني يعتبر حق وحفاظ لأبدعنا الطلاب المتميزين نافى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفاحات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 20-23-2024 حتى 7 أكتوبر المقبل وتواصل المركز الأعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وهو السبت الموافق الثلاثين من سبتمبر العام عشرين ثلاثة وعشرين نفت مصادر السودانية مطالعات توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتح البرهان من مدينة بورتسودان إلى أي دولة أخرى وفقاً لما تم تدوله في بعض المواقع الإلكترونية وأكدت المصادر أن البرهان لم يغادر مدينة بورتسودان إلى أي دولة أخرى لعقد لقاء وصف بالمرتقب بينه وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو منوهن إلى أن رئيس مجلس السيادة يمارس مهمه الدستورية بشكل اعتيادي داخل مدينة بورتسودان وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في حريق الحمدانية خلال زيارته مصابي الحادث في عدد من المستشفيات توجه السوداني بتوفير جميع مستلزمات العلاج للمصابين ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق لتلقي العلاج مشددا على مواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والوطاعم والفنادق وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجرت الاقتحمات من خلال باب المغاربة قبل أن ينفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى بالإضافة لأداء تقوس تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مسودة قرار حول تجديد التفويد الأممي الصادر في القرار رقم 2240 لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتراض وتفتيش السفن العابرة قبالت السواحل الليبية بهدف إغاظ أي محاولات لتهريب البشر عبرها وينص التفويد بحسب القرار المشار إليها على أن تقوم الدول المخاطبة به بتنفيذ إجراءات للتفتيش والتحقق أما بشكل فردي أو من خلال ترتيبات تأتم عبر منظمات إقليمية أكد وزير الخارجية روسيسر جيل أفروفا أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية واعتبر بل أفروفا أن تأخير كييف عن الدخول في المفاوضات مع موسكو يجعل من الصعب التفاوض لاحقا مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لمثل هذه الاتصالات يجب أن تكون إلغاء مرسوم الرئيس الأوكراني فلادمير زلانسكي الذي يحضر الحوار مع موسكو بحث الرئيس الأوكراني مع الأمين العام لحلف النيتو يانس ستولتنبرغ في كييف سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وأكد زلانسكي أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي مسألة وقته كما صرح ستولتنبرغ بأن القوات الأوكرانية تستعيد الأراضي بشكل تدريجي وبأنها تحقق مكاسب ميدانية لا فتن لأن لديهم اتفاقات إطارية لدعم أوكرانيا بذخائر بقيمة 2.4 مليار يورو تعهد وزير الدفاع البريطاني بأن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها السيادية جاء ذلك خلال اجتماعه في كييف مع الرئيس الأوكراني فلودمير زلانسكي وأوضح البيان أن شابس عقد كذلك اجتماعات مع نظيره الأوكراني روستم أوميروف وتعهد شخصيا بمواصلة دعم المملكة المتحدة الحازم لأوكرانيا أثناء استعادة أراضيها من القوات الروسية أعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية دمرت أكثر من ثلاثين طائرة مصيرة ليلا خلال هجوم روسي على منطقتين أوديسا وميكولاييف جنوب البلد يأتي هذا تزامنا مع أعلان مسؤولين أوكرانيين أن الجيش صد هجمات قوية شنتها القوات الروسية التي حاولت استعادة مواقع خسرتها على الجبهة الشرقية على أمل استعادة المواقع التي فقدتها على الجبهة الشرقية الأوكرانية شنت القوات الروسية هجمات واصفتها كييف نفسها بالقوية إلا أنها باءت بالفشل وبحسب المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية فإن الجيش الأوكراني واصل صد هجمات موسكو المكسفة بالقرب من كليشيفكا وانريفكا حيث شهدت تلك المناطق آخر 24 ساعة 544 حادث قصف روسي منها سبع اشتباكات قتالية وأربع هجمات قوية مشيرا إلى أن الجيش الروسي لا يزال يقتحم هذه المواقع محاولا استعادتها ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية فقد وقعت ضربات قوية على أربعة أماكن في منطقة دونيتسيك وقالت إن 15 بلدة وقرية تعرضت لهجمات بالمدفعية وقذائف المورتر الرئيس الأوكراني زلينيسكي أعلن بشكل متضب أن قوات بلاده تقدمت في قطاع دونيتسيك بالشرق دون أن يقدم تفاصيل ورغم أن الحديث الأوكراني الصادر منذ بدء الهجوم المضاد تمحور حول القتال على الجبهة الشرقية إلا أن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما أيضا على الجبهة الجنوبية في غضون ذلك تحاول كييفا تقدم جنوبا أيضا نحو بحر أزوف لقطع الجسر البرية الذي أقامته روسيا بين شبه جزيرة القرم والمواقع التي تسيطر عليها في الشرق وتزامنا مع ذلك أعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته القوية دمرت أكثر من سلاسين طائر مسيارة ليلا خلال هجوم روسي على منطقتين أوديسا وميكوليفا وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه تم اعتراض طائرات بدون طيار فوق مناطق الساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية مؤكدة أن روسيا لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة زار قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيريناف ميدان الرماية في منطقة كييف وأختبر النيعاف الأسلحة المقدمة من الحلفاء وقال إن الجنود الذين سيغضعون للتدريب سيتم إرسالهم إلى جنوب وشرق أوكرانيا وأضف أنه وحدات كل من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني لأوكرانيا التي تؤدي مهامها في منطقة العمليات الشمالية ستغادر في الوقت المناسب إلى شرق وجنوب البلاد لمواصلة أعمال الهجوم المضاد يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا رفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 70% ترجمة نانسي قنقر أظهرت بيانات سعودية رسمية أن معدل بطالة السعودين بلغ 8.3% في الربع الثاني من العام الجاري وعلنت الهيئة العامة للأحصاء السعودية أن تقديرات مسح القوة العاملة أظهر أن معدل بطالة الإجمالية في المملكة للسعودين وغير السعودين بلغ 4.9% في الربع الثاني من خفاض 2.10% عن الربع الأول وبتراجع 9.10% عن الربع الثاني من عام 2022 أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المسال وهو جزء من مساعي أوسع لشراكة الطاقة العملاقة للتوسع خارج نطاق النفط وصرحت الشركة الكبرى في الشرق الأوسط بأنها ستستحوز على حصة أقلية بقيمة 500 مليون دولار في شركة ميد أوشن للطاقة التي تديرها شركة الاستثمار الأمريكية الضابل إي جي وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر بأنه يتوقع نموا قويا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحول الطاقة ولا شك في أن الغاز يعد وقودا حيويا والمدى الأولية في مختلف الصناعات وأضاف أنه يعتقد أنه من المهم تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة طالبا لرئيس روسيف العلمي البوتن حكومة بلده بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة يأتي هذا في ظل حضر الحكومة الروسية بشكل مؤقت تصدير البنزين والديزل لكبح تزايد أسعار الوقود المحلية معاناة يعيشها السوق المحلي الروسي بسبب ارتفاع أسعار الوقود مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطالبة الحكومة بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة وتهدف مطالبة الرئيس الروسي للسلطات المحلية فرض تدابير إضافية لإحداث توازن بالسوق عقب فرض حضر على تصدير البنزين والديزل ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات خاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالية وشدد بوتين أيضا على الحكومة بضرورة التحرك سريعا ومراجعة ضرائب قطاع النفط كأحد الخيارات المطروحة هذا وقد فرضت الحكومة قبل أيام حظرا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا مجموعة من أربع دول سابقة بالاتحاد السوفيتي ذلك من أجل كبح تزايد أسعار الوقود المحلية ولقد بدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بعد إعلان تخفيف القيود في مطلع الإسبوع الجاري على الرغم من تراجعها في بادي الأمر في برصة السلع المحلية في الوقت نفسه خفضت روسيا صادراتها من الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا بنحو 30% إلى نحو 1.7 مليون طن متري وذلك في أول 20 يوما من سبتمبر مقارنة بالوقت ذاته من أغسطس انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية مما يشير إلى أنه يعد بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات للتحادي أن مؤشر أسعار المستهلكين الألمان ارتفع بنسبة 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا الذي يستسني الغذاء والطاقة إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5% في أغسطس السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها أرمينيا تتهم أذربيجان بتنفيذ حملة تطير عرقي في كاراباخ والأخيرة تحث الأرمن على البقاء في الأقليم اشتركوا في القناة اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بتنفيذ حملة تطير عرقي في ناجورن كاراباخ وأكد باشينيان أنه لن يبقي أي من الأرمن في كاراباخ خلال الأيام القادمة بما يمثل تطهيرا عرقيا حذرت ييريفان المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة وصل أكثر من نصف سكان الأرمن في منطقات ناجورن كاراباخ الذين كان عددهم يبلغ 120 ألفا إلى أرمينيا يأتي هذا في وقت حثت أذربيجان أرمن ناجورن كاراباخ على البقاء في الإقليم مشيرة إلى أنها ليس لها أي علاقة بقرار الأرمن في كاراباخ الانتقال إلى أرمينيا أو أي بلد آخر من جهتها كشفت موسكو أنها لا ترى سببا يدعو الأرمن إلى الفرار من كاراباخ نافية الاتهامات بتطهير العرقي والتي وجهتها ييريفان نباكو وقع رئيس إقليم ناجورن كاراباخ مرسوما يقضي بحل جميع مؤسسات الدولة وقالت السلطات الأرمنية في كاراباخ أن المرسوم يسرع اعتبارا من الأول من يناير من عام 2024 مشيرة إلى أنه اعتبارا من هذا التاريخ لن يكون لكاراباخ وجود اعتبرت روسيا أن المشروع الأرمني للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية معاديا جدا لها وهي المحكمة التي أصدرت في مارسة مذكرة لتوقيف بحق الرئيس الروسي فلادمير بوتن بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين جاء الموقف الروسي في وقت وضع فيه البرلمان الأرمنية تصويت على التصديق في جذوة لأعمال لجلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل بعد إعلان حل جمهورية ناجورن كاراباخ المعلنة من جانب واحد جاء هذا الإعلام بعدما أعلنت جمهورية ناجورن كاراباخ حل نفسها في نهاية العام فيما اتهمت تياريفان باكو بتنفيذ تطهير عرقي في المنطقة حيث أغلبية السكان من الأرمن كشفت تايوان النقابة عن أولى غواصتها محلية الصنع وهي خطوة مهمة في مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجزيرة للدفاع والردع في مواجهة البحرية الصينية ودشنت رئيسة تايوان البرنامج عندما تولت المنصب في عام 2016 واعتبرة أن الغواصة سيكون لها دور مهم في تعزيز القدرات البحرية من جانبه أكد وزير الخارجية التايواني أن الخطوة ضرورية لتعزيز قدرات تاييه للدفاعية الشاملة في مواجهة التهديد العسكري اليومي للصين علينا أن نتعامل مع عنشطة المنطقة الرمادية وعلينا أن نتعامل مع التهديد العسكري اليومي القادم من الصين وبالتالي تعزيز قدراتنا الدفاعية الشاملة في المنطقة التقليدية مثل تعزيز قدرات قواتنا الجوية وتعزيز قدراتنا في الدفاع الجوي أو تعزيز قدراتنا البحرية وهو أمر لا بد منه وامتلاك غواصة جديدة هو إحدى تلك الاستراتيجيات تبنت كوريا الشمالية تعديلا للدستور لسياغة سيستها المتعلقة بالقوة النووية يأتي هذا بعد اجتماع للجمعية الشعبية العليا اعتمد بالإجماع تعديلا للدستور ينص على أن تطور بيونج يونج أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولرضع الحرب أزمة جديدة تشهدها شبه الجزيرة الكورية بعد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بلاده كقوة نووية في خطوة تقضي على آخر أمل في أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي بالمنطقة التعديل الكوري الشمالي أصبح ملزما دستوريا عقب إقراره من الجمعية الشعبية العليا البرلمان لينص على تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولرضع الحرب كيم جونج أون قال إن السياسة بناء القوى النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شكل داعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز استثنائي لإنتاج الأسلحة النووية وتنوع وسائل توقيه الضربات النووية بيونج يونج حملت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية دفعها إلى اتخاذ هذا القرار مؤكدة أن الاسترزازات الأمريكية وصلت لأبعد الحدود من خلال التدريبات ونشر أصول استراتيجية في المنطقة العالم يفتقد في الوقت الراهن إلى دور الوسيط في حل الأزمات الدولية فأغلب الدول العظمى التي كانت تلعب هذا الدور أصبحت الآن متورطة في تلك الأزمات بشكل مباشر وهو ما يجعل مناطق التوتر في العالم أكثر سخونة مما يزيد من تدهور الأوضاع بشكل كبير وتتزايد المخاوف من إقدام كوريا الشمالية على استخدام السلاح النووية في أي وقت خاصة وأنها قد أقرت في السابق قانونا يسمح لها بشن ضربات نووية استباقية أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون أن الجندي الأمريكي ترافز كينغ أعيد إلى الولايات المتحدة بعد أن تردته كوريا الشمالية بحسب وصفه وقد تسلم الجيش الأمريكي الجندي في ختام فصل دبلوماسي لعبت فيه السويد والصين دورا كبيرا وكان الجندي الأمريكي الذي كان متمركزا في وحدته في كوريا الجنوبية قد دخل إلى كوريا الشمالية قبل ثلاثة أشهر من منطقة المنزوعة الاستلاحة التي تفصل بين البلدين وأعلنت كوريا الشمالية وقت إذن أن الجندي قد هرب بسبب ما وصفته بسوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي ولجأ إلى أراضيها وهو ما نفته الولايات المتحدة في حينه مؤكدة أن الجندي كان يفترض أن يعود إلى ولاية تاكساس للمسول أمام لجنة تأدبية بعد أن وجه مشاكل مع السلطات في كوريا الجنوبية يسعى الاتحاد الأوروبي اليوم لتحقيق تقدمنا في إصلاح يواجه صعبات لسياساته حيال طالب اللجوء والمهاجرين فيما تسعى العديد من الدول الأعضاء لإقناع ألمانيا بالموافقة على إجراءات رئيسية وأربط مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يالفا يهانسون عن أملها في أن يتفق الوزراء على الجزء الأخير من الاتفاق لتسوية الأزمة يأتي هذا في وقت باتت في القضية أكثر الحاحن مع وصول الآلاف من طالب اللجوء إلى جزيرة لامب دوزة الإيطالية يستعد المهاجرون على الحدود المكسيكية لانتقال من مدينة تاباتشولا بجنوب المكسيك إلى أجزاء أخرى من البلاد على أمل أن يتمكنوا من متابعة الإجراءات القانونية للعبور إلى الولايات المتحدة وسهل عدد من الحافلات التي قدمتها الحكومة المكسيكية حركة الأشخاص من الحدود الجنوبية إلى مواقع أخرى حيث يمكنهم بدء طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة وجاءت هذه الخطوة لتقليل عدد الأشخاص في تاباتشولا بعد تكدس الألاف من المهاجرين في مكاتب اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين في الأيام الأخيرة تداعيات سلبية كبيرة تحملها التغيرات المناخية للعالم بما تتضمنه من كوارث ومخاطر هذا وأعلنت اليونان فرض حضر التجوال في مدينة فغلوس مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة متسارعة هي التداعيات للتغيرات المناخية التي أصبحت تهدد دول العالم وتنذر بمخاطر واسعة خاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة وحدوث فيضانات ورياح قوية في غير أوانها وفي اليونان ضربت فيضانات قوية وسط البلاد للمرة الثانية هذا الشهر وطالت خصوصا مدينة فغلوس بعد عاصفة سابقة أصفرت عن مقتل السبعة عشر شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق قوة الفيضانات دفعت بالسلطات اليونانية إلى فرض حظر تجول في مدينة فغلوس التي يناهز عدد سكانها المئة وأربعين ألف نسمة مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة إلياس لم تكن الضيف السقيل الوحيد الذي زار اليونان مؤخرا ففي مطلع سبتمبر تعرض وسط اليونان لضمار بالسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال التي قتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تشكل قلب الانتاج الزراعي اليوناني وأتت على محاصيل القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي عالمنا بات يعاني من ارتفاع في عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة وصلت إلى 134% منذ عام 2000 بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة ذاتها وفقاً لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية دشنت الصين أول خط قطارات فائق السرعة والذي سيعبر خلجاناً بالمحيط ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي بالقرب من مضيقي تايوان وستعبر القطارات فائقة السرعة ثلاثة خلجان ساحلية بسرعة قصوى تصل إلى 350 كم في الساعة على مسافة 277 كم وبحلول العام الماضي بلغ طول خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة لدى الصين 42 ألف كم قال مفاوض ستوديوهات هوليوود والمفاوضون عن ممثل هوليوود المضربين إنهم سيعقدون محدثات في الثاني من أكتوبر المقبل في أول اجتماع من نوعه منذ شهور انسحبت نقابة الممثلين من العمل في يوليو مطالبة بزيادة الأجور وفرض قيود على الذكاء الاصطناعي في مجال الترفيه وهي مطالب مماثلة لكتاب هوليوود يريد فنن الأذاء حماية صورهم وأعمالهم من الاستبدال بالنسخ المتماثلة الرقمية التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي بينما يبحث الممثلون عن تعويض يعكس القيمة التي يجلبونها إلى البث وتحديدا في شكل تقاسم الإيرادات تتواصل معارض أهل المدارس فعلياتها في أنحاء الجمهورية لتقديم كل ما تحتاجه الأسر من أدوات المدارس بأسعار مخفضة ويقوم المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر الذي يقدم للعارضين كافة أشكال الدعم لا تتوقف المبادرات الرئاسية التي تأتي دائما ملبية لاحتياجات المواطن ومتزامنة مع المناسبات والمواسم المختلفة وتأتي المبادرة الرئاسية أهل المدارس بمناسبة موسم العودة للمدارس لتقدم للأسرة المصرية كافة ما تحتاجه من منتجات دراسية وملابس وحتى سلع غذائية وفي هذا الإطار تقدم الدولة للعارضين كل أوجه الدعم كتوفير مقر مكيفة ومؤمنة ومجانية لتقديم معروضاتهم بخصومات تصل لنحو 50% على بعض المعروضات الجديد أننا نقدم تخفضات كبيرة جدا للمستهلك وطبعا نهجا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري فإحنا مقدم لهم معرض أهل مدارس من خلال تواجد الشركات العرضة الموجودة في المعرض في كافة المجالات كل الشركات المشاركة ما بتدفعش أي فلوس بدون مقابل نازلين واخدين مساحات مجهزة مقابل أنهم يقدموا تخفضات للمستهلك بالنسبة للخصومات بتبدأ من 15% ل30% بالنسبة للنوعيات معظمها مصري عشان بنشجع الصناعة المصرية ودي حاجة مهمة عندنا بتديننا برود وخصومات كبيرة من أولها من أول الكراسة والكشكول اللي هم بيحتاجهم كل طفل وكل ولد لغاية الألم والأستيكة لغاية العنشي بوكس اللي بيحتاجه الولد والبنت برضو المعرض بيكيم المنابس والمواطن الغذائية وإدوات مدرسية وشنط متارش وأحزية فإحنا بنشارك ونساهم بـ 25% يعني نعملون تخفضات عن بره 25% عن بره إحنا بنشارك في المعرض هنا بنساعد الناس بأسعار قليلة أقل من اللي بره بالكتير كمال لو هنا بصراحة المعرض يعني حاجة كويسة أنا هنا حتى أسعار الشنط الأسعار بره حاجة يعني 400-300 لأ هنا الحاجة مهودة والله إحنا سمعنا عن المعرض دوت السنة اللي فاتت وأنا جيب بالفعل أنا والأولاد واشتري منه والأسعار كانت أحسن من بره وفي حاجة كده أو هي متوفرة هنا أحسن من بره كل الناس اللي إحنا بنشوفها من السنة اللي فاتت بنشوفها السنة دي واللي قابليها بنشوفها برضو السنة دي فكله برضو مبسوط جدا بالأسعار دي يأتي معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصرة تحت رعاية رئيس الوزراء ويستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري نظمت مؤسسة حياة كريمة ثلاث احتفاليات في محافظات البحيرة الشرقية وسهاج وذلك لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك فضلا عن توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية ويأتي ذلك في إطار انطلاق المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي والذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 600 ألف باب رسق لتوفير مشاريع انتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية تفتيش السر تابعة لمركز فرسكور محافظة دميات يأتي هذا ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تم توقيع الكشفة الطبية على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وأيضا إصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشاعة عادية وسنار كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية القافلة النهاردة فيها 12 عادية تخصصية طبعا معنا تخصصات طبية مختلفة زي البطنة، زي العزام، الرمض، الجلدية، الجراحة، الأنف والأوزن، الجلدية، النساء وتنظيم الأسرة كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة من أول قطع التذكرة اللي بتتم المريض بالرقم القامل الخاص به بتتمله بشكل مجاني بيبدأ المريض يدخل العيادة، الطبيب بيكشف عليه، لو هو محتاج تحليل طبي بيتم في المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل لو هو محتاج أشاعة عادية أو صنار بتتمله برضو من خلال القافلة ما شاء الله قافلة الطبية جميلة وده كثرة حلوين ومرضان حلوين وهم دول الملائكة مشكلة الكافرات الطبية على مجودة القائمة في القرى بجد حاجة شرف وحاجة جميلة جدا ويراتي كراه كل مرة لأن الأرياف محتاجة لدعم الطبي اللي زاده الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا أميرة العودة، شكرا أدى إبراهيم، أهلا بكم شاهدين وجولة اقتصادية جديدة وقع البنكو المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية ثونائية لمبادلة العملة تطيح للطرفين مقايدة الجنيه المصري والدرهم الإماراتية بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرية وخمسة مليارات درهم إماراتية وقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بلعيني من جنبه أكد محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع الاتفاقية يساهم في تيسيري وزيادة حجم التبادل التجاري البلدين الشقيقين بما يدعم أواصل التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات خاصة أن عملية المبادلة للعملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين أعلنت وزارة البترول أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشاف الغاز على خريطة الإنتاج أضفت أن تلك الاكتشافات أدت إلى تزايد موساهمته كمصدر أساسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك أوضح وزير البترول وثروة المعدنية طارق المل تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصنعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ما توليه الدولة لاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تهدم بدورها أيضاً التزامة مصر الدولية بخفض الانبعاثات في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع زيادة التوقعات بأن تبقي الاقتصادات الغربية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لتصدي لتضخم لا ينحسر وترجعت العقود الأجل لخام برينت بنسبة 59% إلى 95 دولار و 98 سنت في حين انخفضت العقود الأجل لخام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 93% إلى 92 دولار و 81 سنت كما ارتفعت أسعار المزاوط العالمياً بنسبة 17% لتصل إلى 3 دولار و 26 سنت للتر هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 42% لتسجل حوالي دولارين و 95 سنت لكل مليون واحدة حرارية بريطانية أكد الكريملين أن روسيا لم تناقش مع مجموعة أوبك بلس التي تضم كبار منتجي النفط زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن الحظر الروسي لصدرات الوقود وعانت روسيا من نقص في البنزين والديزل في الأشر القليلة الماضية وتأثرت سوق الوقود في روسيا وهي من كبار منتجي النفط في العالم تأثرت بعوام من بينها أعمال وصيانة في مصاف النفط واختناقات بالسكك الحددية وضعف الروبل مما يحفز صدرات الوقود وخفضت روسيا أيضاً إمداداتها من النفط حيث وعدت بتقليص صدرتها من النفط الخام إلى 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعملات وصعد المؤشس داكس الأوروبي بنسبة 1 من 10% بعد 5 جلسات متولية من الخسائر ارتفع المؤشس داكس الألماني 2 من 10% زادت الأسهم في إيطاليا 2 من 10% رغم خفض الحكومة الإيطالية توقعتها لنمو الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل وراف المستهدف من عكز الموازنة احتفلت منظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراع العربي وذلك تحت شعار معن لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائية حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين للزراعيين من مصر ودولة العربية الاحتفالية توقعت دازامناً مع التحديات المتعظمة التي حدث تأثر التغيرات المناخية الرهنة انطلاقاً من الدور الهام لقطاع الزراعة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل للدول احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربية تحت شعار معن لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي الاحتفال جاء برعاية وزارة الزراعة وحضور عدد من مسؤول القطاع الزراعي في مصر والدول العربية الذين أكدوا أن الاحتفالية تأتي في ظل وجود تحديات متعاظمة جراء التغيرات المناخية علاوة على تحديات أخرى تحتم العمل والتشارك والتنصيق في سبيل تعزيز مرونة النظم الغذائية العربية نعلم جميعاً التحديات التي تصاحب النظم الزراعية صاحبة الريادة والسيادة في توفير القزاء للعالم والإنسانية لذلك حريم بنا أن نقف وقفات جادة في كيفية تمكين هذه النظمة الزراعية من الاستدامة والمحافظة على مقدرتها على الصمود لذلك هذا اليوم مميز جداً لأن التحديات أيضاً في عالمنا اليوم تحديات كبيرة فلا بد لنا من وقفات اعتبارية الأهمية تكمن أنه يأتي ضمن الإرهاصات الإيجابية التي تقوم بها جامعة الدول العربية من خلال اللقاء التشاوري أنا أعتبر قمة زراعية بامتياز حدثت بالأمس في الجامعة العربية بدعوة كريمة من عام الجامعة لوزراء الزراع العرب ونتج عنها عدد لا بأس به من التوصيات الأبرز فيها هو موضوع الأمن الغذائي كأولوية في عالمنا العربي الاحتفالية شهدت ورشة عمل حول بناء أنظمة زراعية غذائية عربية مرنة وقادر على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي لتناول جهود الدول العربية في مجال تعزيز مرونة النظم الزراعية الغذائية ودور المنظمات العربية والإقليمية والدولية في دعم جهود الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة الصدمات والأزمات هذا الاحتفال احتفال الزراع اليوم العربي للزراعة احتفال مهم جداً لأنه يأتي في إطار هذه التحديات بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية فهذا الموضوع شقالين فيه له فترة وفي قرارات صدرت من قمة الجزائر والآن داخلين على التحضيرات للقمة التنموية الاقتصادية ستكون في نواكشوت وهذه القمة ستكون بعنوان الأمن القزائي التغيرات المناخية هي تحدي كبير للعالم بشكل عام وبما فيها البلدان العربية ولذلك كل المنظمات الدولية تشعر أنها شريكة في مواجهة هذه الظاهرة التي أضرت حقيقة بالأمن الغذائي هذا الأمن الغذائي الذي يعتبر هو أمن قومي وسلطة مطلقة لكل الشعوب هناك جهود تبدل في الإجماع العربي بشكل عام هناك أوراق عمل قدمت محوظة تنفيذ وهناك إجراءات تم العمل عليها خلال الفترة السابقة وأمس تدللت هذه الجهود بتمغض عنها مجموعة من القرارات أهمها تشكيل لجنة عربية هامة برئاسة المملكة العربية السعودية لدول الأعضاء في المنظمة العربية للوقوف على أهم التحديات الإقليمية والعربية التي أصبح كهل يهدد العالم أجمع والمنطقة العربية بشكل عام احتفالية هامة تأتي في وقت تتمتع فيه مصر بنهضة زراعية كبيرة تحدث عنها الحضور حيث أشادوا بجهود الرئيس السيسي في زراعة 100 مليون شجرة ومشروعات الريف المصري فضلا عن مشروعات زراعية أخرى جعلت من مصر تجربة فريدة وهامة في القطاع الزراعي تمكنت من وضع حلول للوصول لأنظمة غذائية مرنة وشجعت على الاستثمار في قطاع الزراعة محمود جميل التلفزيون المصري مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لأدى وأميرة لاستكمال ما تبقى من السبسة شكرا لك فاطيمة رجل أقاد أمة نحو التحرر وفتح لها أفاق ثورية دعمت كفاحها ضد المحتل وأسس الجمهورية بعد إلغاء ملكية عاش حياته مناضلا من أجل مبادئه وقدم لمصر عهد جديد نقاد على الإقطاع والرأس مالية إنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي وافق اليوم ذكرى وفاته مما نعمل في السياسة ويجب أن لا تغيب عنها الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبق هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بعيد القوة أزدل السطارة على حقبة كاملة من تاريخ مصر والعالم أجمع ومهد الأرض لعصر جديد تمرد على المحتل والظلم بشتى أشكاله ودعم كل الشعوب الطامحة للحرية من المحيط للخليج ناصر القومية العربية ودع لها فسكنت القلوب وآمنت بها الشعوب العربية فأحبه الملايين إنه جمال عبد الناصر ابن حي باكوس بالإسكندرية المولود في الخامس عشر من يناير من عام 1918 تعرف ناصر على العديد من الحركات الوطنية كحركة مصر الفتاة وشارك في تظاهرات الإسكندرية ضد المحتلة وهو بعد بالمدرسة السنوية حتى التحق بالكلية الحربية وشارك في حرب 1948 وكان أحد أبطال معركة الفالوغة بفلسطين وبعد عودته صار مدرسا في الأكاديمية الملكية العسكرية وكان من الرافضين لمعاهدة عام 1936 وفي العام 1948 أنشأ حركة الضباط الأحرار مع عبد الحكيم عامر وأنور السداد وزكريا محيددين وغيرهم وانضم لهم جميع الصاخطين على الاحتلال البريطاني والفساد الضارب في عمق الدولة قاد صورة السالس والعشرين من يوليو من عام 1952 التي طالبت بالجلاء وعزل الملك فاروق وتولية ابنه الأمير أحمد فؤاد وفي يوم السامن عشر من يوليو من عام 1953 تم إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في مصر برئاسة محمد نجيب ليأتي بعده جمال عبد الناصر بقرارات جريئة مغلفة بفكر تحروري سوري أبرزها مجانية التعليم وقرارات التأميم وعلى رأسها إعلان قناة السويس الشركة المساهمة المصرية وهي الصدمة التي أفاق الغرب على وقعها مرعوبا لبزغ فجر زعيم مصري عربي يقود منطقة بأكملها مما دفع الدول السلاس إنجلترا وفرنسا وإسرائيل للقيام بعدوان سلاسي استطاع المصريون في مدن القناة صده ووقفت الأمة على قلب رجل واحد حتى تم دحره آمنت بأفكار ناصر الداعمة للحرية والعدالة الاجتماعية دول عدة في العالم على تساعه وأسس حركة عدم الانحياز في عام 1961 مع الزعيمين نهرو في الهند وتيتو في غسلافيا ليقاوم فكرة الاستقطاب وبعد هزيمة عام 1967 قرر ناصر التنحي إلا أن الجماهير أكبرته على البقاء في منصبه فاستطاع خلال سلس سنوات أن يخوض حرب الاستنزاف التي كانت جزءا أصيلا من نصر السادس من أكتوبر من عام 1973 واستطاع خلال هذه السنوات السلاسة أن يكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة وأن يعيد تسليح الجيش وتدريب قواته استعدادا لمعركة الكرامة إلا أن القدر لبيمهله ليصاب بنوبة قلبية عقب اكتماعه بالزعماء العرب في السامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 وتبكيه الأمة العربية بأسرها وتقام له جنازة تاريخية بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة ولا يتبقى سوى تفكرة بأبرز عنويها الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكومة عليهم بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة الوطنية للانتخابات تحدد رموز الانتخابية لمترشح الرئاسة ونواب البرلمان يواصلون التوقيع على نماذج التسكية لافروفا يبدي استعداد موسكو للتفاوض حول أوكرانيا وازل ناسكي يؤكد أن انضمام بلاده للنايتو مسألة وقت مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري دمتم في أمان الله وإلى اللقاء إلى اللقاء